لحظة أن تشعر بالله في قلبك يقذف بهدى هذا ما لا يدركه وصف وشعور يا الله إني ناديتك وسعيت إني استهديتك فأديت بالقرآن أنرت طريقي يا الله لحظة أن تشعر بالله في قلبك يقذف بهدى هذا ما لا يدركه وصف وشعور الحمد لله الحمد لله العزيز العظيم الشاهد الحمد لله العزيز العظيم الشاهد سامع ذكر الذاكري وحمد الحامد الحمد لله العزيز العظيم الشاهد سامع ذكر الذاكري وحمد الحامد وعالم الضمير المريد وعالم الضمير المريد ونية القاصد لعظمته خضع الراقع وذل الساجد وبهداه اهتدى الطالب وأدرك الواجب سبحانه سبحانه يقول في الليل هل من سائل سبحانه يقول في الليل هل من سائل فانتبه يا راقد سبحانه يقول في الليل هل من سائل فانتبه يا راقد سبحانه بنا بيتا أمر بقصده وتلق الوافد وأقسم على وحدانيته وأقسم على وحدانيته وما ينكر إلا معاند فقال الله والصفات صفا فالزاجرات زجرا فالتاليات ذكرا إن إلهكم لوحد أحمده سبحانه على الرخاء والشدائد أحمده سبحانه على الرخاء والشدائد وأقر بوحدانيته إكرار عابد وأقر بوحدانيته إكرار عابد وأصلي وأسلم على النبي محمد وآله الذي لا يخيب السائل القاصد صلى الله عليه وعلى أزواجه أمهات المؤمنين وعلى صحبه أبي بكر التقي النقي الزاهد وعلى عمر العادل وعلى عثمان المقتول ظلما بكف الحاسد وعلى علين البحر الخضم والبطل المجاهد وعلى رجال قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقال حسبنا الله ونعم الوكيل فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسوا أحبتي في الله كنا اليوم سنتحدث عن التعريف بهذا العالم ولكني تذكرت سيدي رسول الله كنت أصلي عليه فرأيته صلى الله عليه وآله وسلم بأبيه وأمي وإني لأ أحكر شأنا أن يرى مثل رسول الله بأبي أنت وأمي يا سيدي يا أجمل من تلد النساء خلقت يا سيدي مبرأ من كل عيب كأنك خلقت كما تشاء صلى عليك الله ما هبت النسائم وناحت على الأيك الحمائم صلى عليك الله يا علم الهدى صلى الله عليك يا سيدي عدد حب الرمال وعدد قطر الأمطار وعدد مكايل البحار وعدد ورق الأشجار قال ربي وحق القول قوله وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين وحينما أتحدث عن رسول الله يتلعسم لساني فأتكلم عن رحمته أم عن حكمته أم عن توضعه أم عن رقته ورفقه ولكن زكاه الله مجملة فقال وإنك لعلى خلق عظيم فالأوذان تقاس بالكيلومترات وبالصمت المقصات أما الأخلاق تقاس بأخلاق رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي قال إنما بعث لأتمم مكارم الأخلاق فهيا بنا الليلة نحيا مع رسول الله صلى عليه بأبي أنت وأمي يا سيدي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم رأيناه أبا رحيما يوم أنظر أن رزق ابنه إبراهيم كان النبي عمره إنزاك 62 سنة وكان باقي على موته سنة واحدة ولكني أنظر إليك يا سيدي وقد أمسكت إبراهيم وأنت تترك أبواب المدينة وتقول لقد رزق نبيكم ولد وما فات قليلا حتى أتى به عليا والعباس وقال هذا إبراهيم يحتضر فأمسك النبي صلى الله عليه وسلم ولده وقال إن العين لتدمع وإن القلب ليحزن وإنا لفراقك يا إبراهيم لمحزنون وذموعه تنزل على لحيته صلى الله عليه وسلم وكفن ولده وغسله وهو يدفنه فإذا عمر يبكي والنبي يلق ولده وهو من هو ابن رسول الله ويقول يا إبراهيم إن أتاك ملكان وقال من ربك كن ربي الله ما نبيك كن أبي رسول الله ما دينك كن ديني الإسلام قال ما يبكيك يا عمر قال هل يسأل يا رسول الله هو الذي لم يفعل زنبا قال النبي إي وربي سيسأل فأنزل الله قوله يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء ما ظنكم بنا نحن رسول الله يقول إن أتاك رأيناه صلى الله عليه وآله وسلم رحيما حتى بين أصحابه لما كان هناك رجلا يسمى ذاهر عبد الله بن زاهر بن حرام كان رجلا فقيرا يبيع سمنا وجبنا في السوق فأتى النبي صلى الله عليه وآله وسلم ببعض من سمن فدخل النبي على عائشة قال هل سأل علي أحد ما قال ما اهتمت عائشة أن تقول أتاك زاهر بن حرام لأنه ليس أبا بكر ولا عمر ولا عثمان فقال النبي وأين هو قالت سأل عليك ثم مضى فخرج النبي يبحث عن زاهر تخيلوا فإذا بزاهر في السوق يبيع فجاء النبي من خلفه وأمسك به حتى سيدنا النبي حتى سيدنا النبي يتمازح ويهزر مسكو هو ما يعرفش أن المسكو ده أفضل خلق الله صلى الله عليه وسلم قال دعني يا رجل يحسب أنه يسرقه فقال النبي مبتسما من يشتري العبد قال يا رجل أتسرق مالي وتبيعني فانفلت فإذا تخيل معي الموقف بلف فإذا به بوجه رسول الله قال يا رسول الله أتريد أن تبعني لو بعتني لوجدتني كاسد يعني أنا حتى مش أتباع ده أنا أدمين فقير فتخيل ماذا يقول النبي يقول ولكنك عند الله لست بكاسد أنت عندي ربنا مقامك عالي أنت عندي أنا مقامك عالي لكن هو بيكلم على نظرة الناس لأن يا جماعة دايماً كده الفقير ريحت وحشة دايماً كده انبعتني وجدتني كاسد قال النبي ولكنك عند الله لست بكاسد ميزان ربنا عندنا غير ميزاننا إن أكرمكم عند الله أطقاكم جلس النبي صلى الله عليه وسلم يوماً معلماً أصحابه مر رجلاً على فرس يلبس أحلى الثياب قال النبي ما تقولون في هذا يرى لكم في الراجل اللي جاي على ركب آخر موديل لأن الفرس الزمان كان هو زي العربية بالضبط ولابس أحسن ثياب بقى قالوا هذا الراجل ده بقى ان تكلم يا رسول الله يسمع له ده لو اتكلم كل يسكت يا سلام ليه بقى وإذا خطبه يزوش أول ما يروح الناس يا جماعة عايز أخب بنتكم ده احنا نجيبها لك لحد باب البيت ده احنا نجيبها لك بهضمها وإذا شفع يشفع راح لحد قال له أنا بشفع في الوقت وعلى طول احنا نضع نغلق كلمة يا سعدت البش فسكت النبي ثم مرى رجلاً أشعثاً أخبر أشعث يا شباب اللي هو مش حاطت حاجة على راسه كان زمان بيسموه أشعث أخبر يعني حافي يعني حافي القدمي يلبسوا سياباً رثة فإيه الراجل غلبان على قد حاله قال النبي وما تقولون في هذا إيه رأيكم بقى في الراجل ده قالوا هذا لو تكلم ما هيسمعها لا يسمع مين ده ليتكلم ده تتخرص خالص سبحان الله هذا انت كلم ما ليسمع له وإذا خطبه لا يزوج يمشي يا ابن انت مين انت وإذا شفع لا يشفع على طول انت جاي تتكلم في مين انت تروح يمشي فقال النبي معلماً والذي نفسي بيده لهذا أفضل عند الله من ملء الأرض بهذا قال رسول الله صلوا بقى عليه النهاردة منتكلم عن سيد النبي صلى الله عليه وسلم رب رجل أشعز اللي احنا قلنا عليه أشعز يعني ايه انت مذكر ولا يعني راسه عريانة أخبر يعني حافي مدفوع بالأبواب تلو شفت حضرتك على باب بيتك وحضرتك هتقف الباب وش رب رجل أشعز أخبر مدفوع بالأبواب لو أقسم على الله بس رفع ايديه وقال يا رب أبره الله يرفع بس ايديه اللي انت شايف مستقلي بيه ده يقول يا رب أبره الله فالنبي بيسأل على واحد ضعيف بسيط ويمازحه صلى الله عليه وآله وسلم لاذلت أذكر النبي صلى الله عليه وسلم وهو الذي لم يكن مميزا بين أكرانه دخل الأعربي في مجلس النبي صلى الله عليه وسلم قال من منكم محمدا رسول الله مش قاعد على كرسي مميز مش باني انه هو الرئيس فيه روايتين رواية قال أنا محمد وفيه رواية قال رجلا ذلك الوضيء يعني الراجل اللي وشه أبيض ده الشاهد من الحديث ايه يا شباب ان سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم ما كان مميزا بين أكرانه كان صلى الله عليه وسلم يجلس وتخيل حيث انتهى به المجلس يعني سيدنا النبي لما يجي خش علينا يجلس حيث انتهى به المجلس مش يروع عند مكان في مقدمة المجلس لا 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 آخر واحد قاعد يجلس سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم رسول الله في بدر في غزة بدر كانت الرحلة تلتمية تلتمية وكان الصحابة ألف قال النبي صلى الله عليه وسلم كل سلاسة على رحلة وانا وعلي وابو لباب على رحلة النبي رئيس الدولة أفضل من عبد وقام الذي قال انا سيد ولد آدم ولا فخر يساوي نفسه بأقل جند يقول وانا وعلي وابو لباب على رحلة فلما جاء الظهور على رسول الله في المشي توسلا صاحباه قال يا رسول الله أقسمنا عليك أن تبقى فقال النبي ما أنتما أقوى مني على السير وما أنتما بأغنى مني عن الأجر أنت يا رسول الله في المعركة قال أحدهم علي زبح الشاتي وقال الآخر وعلي سلخها وقال الآخر وعلي تبقوها فقال النبي وأنا علي جمع الحطب فقالوا نكفيك هذا يا رسول الله أنت تروح تجمع الحطب يا سيدي قالوا نكفيك قال النبي أعلم أنكم تكفوني ولكن الله يكره يكره أن يميز أحدا بين أكراني الله يكره أنه واحد يكون بس متعالي بس يوم أن فتح مكة وقد دانت له الجزيرة من أقصاها إلى أقصاها تخيل الذين بأطردوا وعزبوا النبي الآن فتح مكة ودانت له الأرض وقف النبي صلى الله عليه وسلم وقال أيها الناس من كنت جلت له ظاهرا فهذا ظاهري فليجلدوا ومن كنت اختبت له عرضا فهذا عردي فليختب منه ومن كنت أخذت منه مالا فهذا مالي فليأخذوا منه وهو من هو هو الذي دانت له الجزيرة قبل موته وقف وقال أيها الناس من له عندي قصاص فهذا اليوم يقتص مني النبي خلاص عارف أنه يموت عايزه برق زنبته تخيلوا لو سيدنا النبي قدامك دلوقتي ويقول لك أنت ممكن تقتص مني بكى الصحابة فإذا برجل يقوم ويقول أنا أقتص منك يا رسول الله فالتفت الناس من هذا المجنون الذي يقتص من رسول الله قال النبي تعاله فظل يمشي بخطوات حتى وقف على منبر رسول الله والكل ينظر فإذا برسول الله يقول من عكشة بن محصن تريد أن تقتص مني وأنا الذي دعوت الله لك أن تدخل الجنة بلا حساب ولا صابقة عذاب تريد أن تقتص مني أنا وأنا اللي دعوت ربنا ليك إنك تغم من أهل الجنة بلا حساب ولا صابقة عذاب يوم قال النبي يدخل من أمة الجنة سبعون ألف بلا حساب ولا صابقة عذاب قال عكشة بن محصن ادعو الله أن أكون منهم يا رسول الله قال أنت منهم قام رجلا آخر قال ادعو الله أن أكون منهم يا رسول الله قال أتريد أن تقتص مني وقد دعوت الله لك قال يا رسول الله ولكنك طلبت القصاص أنت اللي قلت قال وما هو قال ويوما وأنت تصف الجيش وغزتني بعصاك فآلمتني في مخصرتي فدع النبي العصاة وكشف صلى الله عليه وسلم عن مخصرتي وأمسك عكاشة والكل ينظر وهو يلوح بالعص يمينا ويسارا ينتظرون أن يقتص من النبي فإذا به ينكب خرا على الأرض يقبل مخصرة النبي صلى الله عليه وسلم بشفتاء ويبكي ويقول بأبي أنت وأمي يا سيدي قال ما حملك على هذا قال يا رسول الله أردت أن يكون آخر عهدي بك في الدنيا أن تمس شفتاء جسدك ففاز بها للمرة الثانية في حنين وكان أكبر فتح وأكبر غنائم لأكثر من ثلاثون ألف ناق وأكثر من أربعون ألف بكرة وأكثر من مائة ألف شات والنبي ينظر إلى هذه النعم ثم يوزعها على المهاجرين الذين أسلموا في فتح مكة فغضب الأنصار قالوا هذه الأموال جاءت بسفينة وقطرت من دمائنا إحنا اللي حربنا وإحنا اللي تعبنا عشان يجي ناس لسه أسلاموا قريبا لسه من كم يوم بس في فتح مكة ياخدوا كل هذا فجاء سعد بن عبادة وركز معي أشان دا والله العظيم هذا هذا الكلام الذي قاله رسول الله ليكتب بماء العين جاء سعد بن عبادة وكبير الأنصار دخل على النبي وقال يا رسول الله إن قومك توجدوا عليك في أنفسهم حاجة في حاجة مزع عليهم قال وما زك قال في ذلك الفيء الذي أعطيته المهاجرين وحرمت الأنصار فقال النبي وأين أنت من قومك أنت إيه موقفك معنا قال يا رسول الله ما أنا إلا من قومك يعني أنا برضو زعلان فقال النبي يا سعد اجمع لي الأنصار فاجتمع الأنصار وارتقى النبي صلى الله عليه وسلم صخرة وقال هل منكم من غيركم في حد غير الأنصار موجود معنا في الموقف هذا هل منكم من غيركم قام رجلا وقال أنا ولكنهم أخوالي فقال النبي ابن أخت الرجل منهم اجلس قال النبي يا معشر الأنصار بلغتني مقولة أنكم وجدتم في أنفسكم علي في شأن الفيء الذي ألفت به كلوبا وحرمتكم يا معشر الأنصار يا معشر الأنصار إن شئتم لكلتم إن شئتم لكلتم ولا صدقتم ولا صدقتم به آتيتنا فقيرا فأغميناك تكن تجايلنا مش لا يتاكل أنت جاي بس بحالك آتيتنا مطاردا فأويناك آتيتنا حالة فحملناك النبي بيذكرهم بس بالفضل بتاعهم عليه تخيلوا هو الذي دانت له الجزيرة إن شئتم لكلتم ولا صدقتم ولا صدقتم إنتوا فعلا عملتم معا كده يا معشر الأنصار ألم تكونوا عالة عالة فحملكم الله به ضلالا فهداكم الله به ألم تكونوا فرقاء فألف الله بين قلوبكم به فقالوا لله ورسوله الحمد والمن قال يا معشر الأنصار أوجدتم علي في لعاعة من الدنيا تألفت بها قوما ليسلموا وقد وكلتكم إلى إيمانكم وإسلمكم أوجدتم علي زعلتم مني في لعاعة من لعاعة الدنيا شاتا وبعير تألفت بها قوما ووكلتكم إلى إيمانكم يا معشر الأنصار يا معشر الأنصار هل ترضون أن يذهب الناس بالشات والبعير إلى رحالهم وتسوكون أنتم رسول الله إلى رحالكم قالوا يا رسول الله ردين برسول الله حزا وقسم نخرج نخرج قاسب فاصل ونرجع لحظة أن تشعر بالله في قلبك يقذف به قمرنس بن النبي صلى الله عليه وسلم صلى عليك الله يا سيدي يا رسول الله ما هبت النسائم وناحت على الأيك الحمائم صلى عليك الله يا رحمة مهداء ويا نعمة مزداء صلى عليك الله يا سيدي عدى حب الرمال وعدد قطر الأمطار وعدد ما كير البحار وعدد ورق الأشجار وعدد ما أظلم عليه الليل وأضحى عليه النهار صلى عليك الله يا سيدي ما اتصلت عين بنظر أو وعت أذن بخبر قال أترضون أن يذهب الناس بالشات والبعير وتزابون أنتم برسول الله إلى رحالكم يا معشر الأنصار ما الذي ذهبتم به لهو أفضل عند الله وأفضل من الدنيا وما فيها وهم يبكون ورسول الله لا يسمع إلا بكاء ثم قال رسول الله الأنصار مني وأنا من الأنصار ثم قال الأنصار ديصار الناس ديصار والأنصار شعار الديصار يعني السياب اللي بتلبس من الخارج والشعار هو الثوب الملاصق للجسد قال الناس ديصار الناس ديصار والأنصار شعار ثم قال صلى الله عليه وسلم اللهم اغفر للأنصار ولأبناء الأنصار ولأبناء أبناء الأنصار لما فتح النبي صلى الله عليه وسلم مكة خافت الأنصار أن يستقر في مكة فهي بلد وأحب الله وأحب وأحب بلاد الله إلى الله إلى رسول الله مكة فخافت الأنصار بلده بقى واستقروا فتحوا فعلم النبي صلى الله عليه وسلم بذلك فقال معاذ الله معاذ الله المحي محيهكم والممات مماتكم شايفين قمة الوفاء ما انتش أبدا أنهم كانوا خير مأوى وخير نصر والذين يتبوأوا الضار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدرهم حاجة مما أوتوا ويأثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة قال النبي معاذ الله المحي محياكم والممات مماتكم ما عشت معاكم وهدف برضا عندكم وكان أكبر إكرام أن عاش النبي بينهم وضفن هناك في المدينة المنورة على ساكنها صلى الله عليه وسلم السلام تخيل أنت لو أحد الناس يعني وقد انتصر وأصبح له الكلمة الأولى والآخرة ثم جاء بعض من أعوانه وقد وجدوا في أنفسهم حاجة يصحكهم على طول صحة أو المصح مقاص البشر أما النبي لا لا ينسى فضلا ولا معروفا صلى الله عليه وسلم أبدا لا ينسى في قمة العز والنصر قال ماذا تظنون أني فعل بكم ده بيكلم مين بيكلم الناس الذين وضعوا على رأس النبي سل الجزور انت عارف معدة الجمل ناتي نأديه سيدنا النبي صلى سلم ساجد في حجر مكة ووضعوا سل الجزور على رأسه الشريف جاءت فاطمة تمسح على أبيها وهي صغيرة فيقول النبي يا فاطمة لا تبكي على أبيك فإن الله ناصر ما تعاتش يا بنتي أبوك ربنا ينصر قال ما سظنون أني فاعل بكم قال أخ كريم وابن أخ كريم قال لا تسريب عليكم اليوم اذهبوا فأنتم الطلقاء الوفاء إذا كنت تحب رسول الله فاقتدي به في وفائه وفي أصله وفي معدنه صلى سلم وفي رحمته بالناس النبي يرتعد صلى سلم من أعماق قلبه ليه تخيل إذا وجد دب دب تحمل فوق طاقتها شوف بس دب شوف شوف الرقي وشوف الرحمة وشوف الرفق شوف بس دب تحمل فوق طاقتها ترتعد في رئيسه غضب النبي من صحابي دب حشاتا أمام أختها قال النبي يا رجل ألا حشستها عن أختها أتريد أن تقتلها مرتين ابعدها عن أختها عشان بس لا تفجع شوف أدي الرقي الرقي يوم أن وجد حمراء طائر كده يطير حوله وأصحابه قال النبي من فجع هذه هذه بصغارها من اللي خد الفراخ بتاعتها العائلة الصغيرة قال صحبي أنا يا رسول الله قال رد عليها أولادها كان من عادة النبي يطيل في صلاة الفجر فسمع صبيا يبكي فصل بكصار السور فقال ماذا يا رسول الله قال سمعت سمعت طفلا ينادي على أمه ببكائه فرحمت قلبها كذا كان رسول الله رحيما لذا قال الله فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فضا غليظ القلب لنفض من حولك من مننا لم يوكل على أحد انت مدير في الشغل في تحت إيدك ناس كن رحيما بهم بهم ربنا وكلك على ناس ما تبقاش عندك تكبر فتلك الأيام يا خي كما تراها دول من صره زمن سأته أزمان لا يغطر بفايد العيش إنسان لا تتكبر بمالك وقوتك وسلطانك فالأيام كما تراها دول نهاردة عندك صحة شوية هتوقحها نهاردة عندك منصب ممكن يزول نهاردة عندك جاه ممكن يزول لكن انت من الممكن أن ترزق بهذا كله أجرا عند الله جل وعلا أن تكون متواضعا رحيما ومن أخطر ما قال صلى سلم عن هؤلاء المتكبرين قال لن يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال زر من كدر النبي يضرب المثل في الرحمة كانوا في غزوة وقد اشتد الحر وفي رمضان صائمين فأمسك النبي صلى قربة الماء وشرب أمام الجميع فعلم النبي أن بعضا لم يفتر فقال النبي تخيل ماذا وصفهم قال هم العصاد لأن مرحموش نفسهم هذا الدين دين رحمة ورسول الله رحمة للعالمين رحمة للعالمين صلى الله عليه وآله وسلم بكى على فراقه جزع الشجرة تخيل بكى على فراقه جزع الشجرة فمن نعمة الله علينا أننا من أمة محمد صلى الله عليه وسلم رسول الله يبكي فيقول جبريل ما الذي يبكيك يا محمد فيقول يا جبريل من لأمتي بعض حتى سيدنا النبي شايل همنا بعد لما يموت يا جبريل من لأمتي بعض فيسعى جبريل إلى الله والله أعلم يقول محمدا يبكي على أمتي ويقول من لأمتي بعض فقال يا جبريل انزل لمحمد وقل له لن نغزيك أبدا في أمتك يا محمد يا الله لقد اقتصمت يوم القيامة بيني وبينك نصفين أنت تقول أمتي وأنا أقول رحمتي وحضرتك ماشي على الصراط وحضرتك سيدنا النبي واقف انت عارف انت عارف ان سيدنا النبي هو أول من تنشق عنه الأرض يوم القيامة انت عارف السبب ها تتوقع يكون ايه لماذا رسول الله هو أول واحد يقوم من القبر قال وما كان الله معذبهم وأنت فيهم لما نشوف سدنا النبي قدامنا نتطمن نتطمن لذلك هو الذي يشفع ويشفع يوم القيامة صلى الله عليه وسلم ويقول أمتي أمتي واقف على الصراط وانت بتعدي بيقول إيه تخيل وحضرتك بتعدي يا رب اللهم ادخلنا الجنة بلا حساب ولا صادقة عزب يا رب على ما كان مننا من عمل سدنا النبي واقف على الصراط وكل واحد بيعدي يرفع إيده ويقول اللهم سلم سلم يا رب يعدي تخيل الرسول قال الله أولى بالمؤمنين من أنفسهم سيدنا النبي بيحبك وبيحبك أكتر من نفسك أنت أكتر من نفسك أنت شايل همك واقف على كل على قرعة الصراط يقول من من أمتي اللهم سلم سلم عشان نعدي بسلام قال ما يرضيك يا محمد قال لم أرضى وواحد من أمتي في النار تخيل سيدنا النبي قال كده علينا قال له يا رب أنا مش أرضى ولا سوف يعطيك ربك قال لا يا ربي ولم أرضى ولم أرضى وواحدا من أمتي في النار أنت متخيل لذلك من نعم ربنا علينا ربنا يمتنا على لا إله إلا الله يوم القيامة كان في النار من كان كان في النار من كان وكان في الجنة من شاء الله اللهم اجعلنا منهم يا رب قال الله جل وعلا أخرج من النار من كان في قلبه مسقال زر من إيمان فيخرجون خلقا كثير ويشفع الشهداء ويخرجون خلقا والصدقين والصالحين فيقول الملك الله الله شفع الأنبياء والصدقين والشهداء والصالحين وبكت شفعات فيضع الله الملك قدمه قال فيها أو عليها فتقول قط النار بعد أن كانت تقول هل من مزيد فيخرج من نار حتى يظن أنه ليس بها أحد فتصفق حينزاك أبواب النار حينزاك يود الذين كفروا ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين ساعت أقول يا رب كنا قلنا لا إله إلا الله شفت نعمة لا إله إلا الله قولت دلوقتي لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين حينزاك صفقت خلاص اتأفلت أحد يش يطلع تاني خلاص فيخرجون ويذهبون إلى الجنة وآخر ناس يطلعون من الجنة مكتوب عليهم الجهنميون فكانوا ناس عارفينهم فكانوا يزعلوا الجنة ما فاز زعل فربنا يغمسهم في نهر اسم نهر الحياة تخيل نهر اسم نهر الحياة فلما يخرجون من النهر يقولون أهل الجنة لعلهم هؤلاء الشهداء من شدة جمالهم شوف الجنة يا جماعة ما لا عين انرأت ولا أزوم انسامعت ولا خطر على قلبه حتى مش يخطر على بالك مفيش زعل هناك مفيش هم بقى مفيش ديون مفيش مشاكل مفيش حد يضحك في وشك وهو ما بيحبكش مفيش الكلام ده مفيش غل مفيش حد يحقد عليك ولا يحسد عليك إن ربنا أداك وهو لا أبدا خالص ونزعنا ما في صدرهم من غير إخوانا على صرر متقابل وقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا إن الذين ابتقوا يا جماعة إن الذين صبقت لهم من الحسنة أولئك عنها مش يشوفوا النار خالص بقى مبعدون إن الذين صبقت لهم من الحسنة أولئك عنها مبعدون مبعدون خالص لا يسمعون حسيسها لا يسمعون حثيسها وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون لا يحزنهم الفزع الأكبر وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم الذي كنتم توعدون النهاردة يومكم يقول الله الملك أنصتوا إلي فلا طالما أنصتوا إليكم كثيرا في الدنيا شوف كام مليار سنة ربنا يسمع رفعتم في الدنيا نسبي ووضعتم وضعتم في الدنيا نسبي ورفعتم أنسابكم فاليوم أضع أنسابكم وأرفع نسبي أين المتقون أين المتقون الناس اللي خافت من ربنا وقالت له يا رب احنا ملناش غيرك ولحم اكتفنا ده من خيرك انت يا رب لا تنسينا ذكرك ولا تحجن الغيرك الناس اللي لما مستهم طائفوا من الشيطان تذكروا فإذا هم مبسلون كما قال الله إن الذين اتقوا إذا مسهم طائفوا من الشيطان آه يعس ربنا لكن يرجع تاني بسرعة ويقول يا رب أنا آسف والذين إذا فعلوا فحشة عملوا إيه أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله أو لما يغلط يرجع على طول والذين إذا فعلوا فحشة أو ظلموا أنفسهم ما ظلموش حد خلي بالك من الحتة دي يتقوي بالله عليك وخلي بالك ما ظلموش حد ما افتروش على حد ما ألفوش كلام على حد ما مقروش بحد لا ظلموا أنفسهم هم والذين إذا فعلوا فحشة أو ظلموا أنفسهم عملوا إيه ذكروا الله فاستغفروا لزنوبهم قالوا استغفر الله العظيم ومن يغفر الزنوب إلا الله هو مين غيره مين غيره يغفر لنا المصايب اللي احنا بنعملها ولم يسروا على ما فعلوا وهم يعلمون هم مش مسر لذلك يقول الله إنما أتقبل الصلاة في الحديث القدسي ممن توضع بها لعظمتي ولم يصلت البياء على خلقي وقطع النهار في ذكري ورحم الأرملة والمسكين والمصابة واليتيم ولم يبت مسرا على معصيتي مش عمال مسرا ويعس ربنا لا لا لما بيعس ربنا كده عابرا يرجع على طول ويقول يا ربنا آسف أنا معتذر دايما أترك باب الله ودايما عود نفسك رب يغفر لي فلعلها تكون ساعة إجابة فيغفر الله فيغفر الله في هذه الأيام قالت عائشة إذا وفقت ليلة القدر ماذا أقول ماذا أقول قال يا عائشة قولي اللهم إنك عفو تحب العفو فعفو عني قول دلوقتي معي بالله عليك قولي اللهم إنك عفو تحب العفو فعفو عني ربنا سمعك ونت بتقوله يا رب انت عفو لا أو كمان يا رب بتحب العفو والله يحب العفو إذا كان ربنا بيحب العفو فمش أعفو عن أمثل نحن ده إحنا غلابة مناش غير ربنا خالص مناش غير ربنا أصلا والله مهما كنت إيه هتلاقي نفسك وقد ما عتبت ربنا ضعيف جبريل له ستمائة جناح لو فرق جناحه يصده مشرقين يقوله النبي لقد رأيته جبريل يوم المعور جبي كالعسفور المبتل من خشية الله هذا الخلق كله قدام عصمة ربنا يا جماعة ضئيل أنت اللي بتتكبر عن ناس أين حجمك اللي بجرد ألم بس تضمر حياة ناس أين حجمك أنت مش بتفكر أنت يوم أن هتخرج من بيتك مش هترجع تاني يوم أن هتنامش هتقوم تاني تاكل الله في الناس تاكل الله في الناس النبي يرتعد لما يشوف دبة بتحمل أكتر من طائطها فما لك بلي بيحمل شعوب أكتر من طائطهم ما بلك بلي يحمل ناس شغالة عنده أكتر من طائطهم ما بلك في اللي يتحكم في أرزاق ناس ويظنوا أنه الرزاق وما هو إلا سبب أما تخاف أنت مش خايف عن حد يدي عليك ولا حد ينام زعلان منك النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول اتق دعوة المظلوم فإنها ليس بينها وبين الله حجمك هي على طول منها ربنا على طول يقول الله لا أنصرناك ولو بعد حي خاف ظلم الناس مشكلة كبيرة جدا وهتكلم معك بعد كده في حلقات عن الظلم لأن مشكلة كبيرة والله يا جماعة قال الله وما ربك بظلام للعبيد إحنا هنعرض كلنا الوزير والغفير الرئيس والمرؤوس والمدير والعامل الجميع على محكمة قاضيها الواحد والديان قاضيها مين؟ الواحد والديان مفهاش استئناف ولا نقض ولا استشكل في الحكم ولا محما ولا المحسوب ولا محسوبية مفيش الكلام ده عنوانها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا كلها يضحضر دلوقتي قالوا ما لهذا الكتاب هو كتاب ده ماله لا يغاضل صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها وقالوا ما لهذا الكتاب إذا لا يغاضل صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا ندعي ربنا بقى عشان خلاص الوقت هيخلص إن ربنا يخرجنا بالدنيا دي على خير أجمل حاجة إن أنت تخرج بالدنيا دي وربنا راضي عنك صدقني الدنيا عشت بقى معك فلوس عشت مديون عشت مستريح عشت في قصر عشت في عشة أحبب ما شئت فإنك مفارق وعش ما شئت فإنك ميت تا كده كده ماشي أنا بستعجب قوي عن ناس اللي عندها غل وحقد وتروح تعمل أعمال للناس وتحسد الناس ويدي خوازيء في الناس وأسفانة وإيه الأعرف ده يا أخي أنت كده كده ماشي كده كده رايح ممتعدش تفكر مع نفسك شوية وتقول طب أنا كده كده ممكن أموت دلوقتي أنا إيه لي خليه نأزي حد ليه ليه أنت مش عارف إن الجزاء من جنس العمل إذح ربنا دلوقتي ربنا حتى ينقي قلبك عشان ربنا هيديك على أد نيتك اللهم يا حنان يا منان يا زلجلال والإكرام يا قريبا غير بعيد يا قريبا غير بعيد صلي يا رب على سيدي محمد طب القلوب وشفاها طب القلوب وشفاها وعافية الأبدان وذواها ونور الدنيا كلها اللهم ربنا صلي على سيدي محمد صلاة تقدي بها ديننا وتيسر بها أمرنا اللهم ربنا صلي على سيدنا محمد صلاة تشرح بها صدورنا اللهم يا رب صلي على سيدي محمد صلاة تغفر بها زنوبنا اللهم ربنا عليك بمن أزانا اللهم ربنا عليك بمن أزانا وسحرنا وحسدنا ومكربنا اللهم اضرب الظالمين يا رب بالظالمين وأخرجنا من بينهم سالمين يا رب العالمين اللهم ربنا لا تخرجنا من الدنيا إلا كفافا لا لنا ولا علينا وادفع أيدي الظالمين عنا اللهم إنك عفو كريم تحب العفوى فاعفو عنا اللهم إنك عفو كريم تحب العفوى فاعفو عنا اللهم اعطق رقابنا من النار يا رب ولا تخرجنا من رمضان إلا وأنت راض عننا وقد أعتقت رقابنا وبلغ رسول الله مننا السلام إلى حيث ملطقة وصل اللهم على سيدي محمد على ذحب الرمال وقطر الأمطار أحبتي في الله إن شاء الله نلقاكم في الجمعة القديمة قبل هذا الموعد بساعة واحدة محبوكم في الله الفقير العفو ربه أسام أحمد السلام عليكم ورحمة وبركاته لحظة أن تشعر بالله في قلبك يقذف بهدى هذا ما لا يدركه وصف وشعور يا الله إني ناديتك وسعيت إني استهديتك فأديت بالقرآن أنرت طريقي لحظة أن تشعر بالله في قلبك يقذف بهدى هذا ما لا يدركه وصف